السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا طلاف الرائعين اليوم إن شاء الله تعالى هنبدأ من درس جديد لعنوان النقود والدرس هذا هو آخر درس في وحدتنا وحدة القيام بسم الله خير الأسماء نبدأ النقود جميعنا يعرف بعض هذه القطع النقضية دعونا نتذكدها معا بداية انظروا جميعنا يعرف هذه القطع النقضية والتي تسمى بالعشر قروج وأيضا الربع دينار النصف دينار انظروا إليها جيدا الخمس قروج وكذلك القيش الواحد نستمع الآن يا أحباء إلى هذه القصة حتى نتعلم من خلال هذا السيناري هذا اليوم جمع زيادهم في عيد الفطري عشر قطع من فئة العشر قروج وجمع خليل قطعتان من فئة النصف دينار أما لئن صديقتنا لبنى فقد جمعت أربع قطع من فئة الرزع دينار ذهبت ثلاثة إلى والدهم وقالوا يا أبي استبدل لنا هذه القطع النقضية بقطع ورقي بورقية أتعلمون ماذا فعل الوارد؟ أعطى كل واحد من الأبناء الثلاثة دينار ورقي واحد تفاجأ الأولاد ولاحظوا ما يلي نحظوا بداية أنه يوجد في الدينار الواحد عشر قطع نقضية من فئة العشر قروج إذن الدينار الواحد يوجد فيه عشر قطع نقضية من فئة العشر قروج وهذه المعلومة قد تعلمناها عندما أخذنا درس المئة قلنا المئة عشر عشرات أليس كذلك؟ أتدخلون معي إذن الدينار الواحد يا أحبائي يوجد فيه عشر قطع نقضية من فئة العشر قروج يعني إن كنت تملك عشر قطع نقضية من فئة العشر قروج إذن أنت تملك دينار واحد أما بالنسبة للنصف دينار فالنصف دينار الدينار الواحد يتكون من قطعتين من فئة النصف دينار إذن الدينار يوجد فيه قطعتين من فئة النصف دينار وأخيراً أن الدينار فيه أربع قطع من فئة الربع دينار هذه معلومات مهمة إذن الدينار فيه عشر قطع من فئة العشر قبوش قطعتان من فئة النصف دينار وكذلك أربع قطع نقضية من فئة الربع دينار ممتع موضوع النقود يا أحبائي مهم في حياتي أنت قد تضطر أن تذهب إلى البقالة لتشتري بعض الحاجيات لك أو لواردتك أيضاً قد يأتي في المدرسة يأتي المحطة إذن لابد أن نسخن موضوع النقود والتعامل مع النقود تابعوا معي طبعاً اليوم إن شاء الله صفحات الكتاب التي سنتابعها وهي 102, 103 وأيضاً 104 الآن هذه الصفحة التي قمنا بتجيل المعلومات فيها موجودة عنكم صفحة 102 ننتقل إلى 103 أكملوا ما يأتي وأستنتج انظروا جميعكم إلى القطعة النقمية الأولى هيا ماذا تسمى هذه القطعة؟ هذه القطعة هي قطعة الربع دينار الربع دينار يا ترى الآن سنحول هذا الربع دينار إلى لاحظوا بعد اليساوي مكتوب لك كلمة قرشاً يعني أنا الربع دينار هذا كم قرشاً يوجد فيه؟ دعونا نعود هنا عشرة عشرة زائد عشرة عشرون وخمسة خمسة وعشرون أحسنتم إذن الربع دينار كم قرش؟ خمسة وعشرون قرشاً الربع دينار كم قرش؟ خمسة وعشرون قرشاً ممتاز ننتقل إلى الصورة الثانية القطعة النقضية هذه هي تمثل لنا النصف دينار النصف دينار يا ترى كم قرشاً فيه؟ جميعنا يعلم أن الدينار هو مئة يعني أنت منطقياً ما نصف المئة؟ ما نصف المئة؟ خمسون أحسنتم دعونا نتأكد هيا نعود معاً عشرة عشرون ثلاثون أربعون وخمسون قرشاً إذن في النصف دينار يوجد خمسون قرشاً في النصف دينار يوجد خمسون قرشاً أحسنتم هيا نسجل الإجابات حتى ننتقل إلى الصورة الأخيرة الصورة الأخيرة يا حلوين طبعاً سهلة جداً انظروا هذا الدينار كنا بنعرف في الدينار الدينار كم قرش؟ قبل أقل قلنا المعلومة الدينار فيه ممتاز مئة قرش واحد وحد حط لكم صورتين الصورة الأولى نصف دينار أيضاً نصف دينار نصف دينار هو عبارة عن خمسون قرشاً خمسون وخمسون تساوي مئة قرش تساوي مئة قرش رائع نسجل الإجابات معاً حتى ننتقل إلى أتعلم تعلمنا يا أحبائي من خلال درسنا أن الدينار يوجد فيه مئة قرش الدينار كم قرش؟ مئة قرش نصف الدينار فيه خمسون قرشاً أو تساوي خمسون قرشاً والمعلومة الأخيرة هي أن الربع دينار يساوي خمسة وعشرون قرشاً أحسنتم ربع دينار خمسة وعشرون قرشاً طيب سأطرح لكم سؤالاً الدينار الواحد كم ربع فيه؟ كم ربع دينار؟ هيا تعالوني أحسنتم الربع أو عفن الدينار فيه أربع أرباع الدينار الواحد فيه أربع أرباع ممتد يعني إن كنت تملك أربع أرباع إذن أنت تملكوا ديناراً واحداً رائعاً الآن أجمعوا المبالغ ثم أحوطوا الأكبر هيا نتعاون معاً لاحظوا يا أحباء يوجد لدينا في الصورة الأولى ربع دينار والصورة الثانية أيضاً ربع الربع اتفقنا إنه عبارة عن خمسة وعشرون قرشاً خمسة وعشرون زائد خمسة وعشرون خمسون رائع خمسون زائد عشر ستون وخمسة خمسة وستون وخمسة سبعون إذن هنا قيمة هذه المبلغ الأول عبارة عن سبعون ماذا؟ سبعون قرشاً ننتقل معاً إلى المبلغ الثاني ننتقل قديمة سأسجد إجابة ممتازة الآن واحدوا الصورة الثانية نصف دينار النصف دينار كم قرش؟ خمسون قرشاً خمسون زائد عشر ستون سبعون خمسة وسبعون رائع الآن السؤال طلب مننا سؤالاً قال لنا أحوّط المبلغ الأكبر من الأكبر يا ترى؟ السبعون قرشاً؟ أم الخمسة وسبعون قرشاً؟ يا سلام عليكم بالتأكيد الخمسة وسبعون هي أكبر من السبعون إذن سنحوّط المبلغ الثاني لأنه هو المبلغ الأكبر سنضع دائرة على المبلغ الثاني رائع واضح؟ ممتاز نفجل الإجابات رقي لدينا الآن يا أحبائي السؤال الأخير ما هو السؤال الأخير؟ ماذا يوجد فيه؟ انظروا السؤال جميل وساهل مع أسامة قطعتان من فئة الربع دينار معه قطعتان من فئة الربع دينار وأيضاً ست قطع من فئة الخمس قرش معه ربعان ربع وربع خمسون ممتاز خمسون وست قطع من فئة الخمس قرش توقفنا عند الخمسون هيا نكمل ونضيف لها ست وخمسة لاحظوا خمسون خمسة وخمسون ستون خمسة وستون سبعون خمسة وسبعون تمانون ممتاز إذن كم قرشاً يوجد مع أسامة؟ مع أسامة تمانون قرشاً مع أسامة تمانون قرشاً طب السؤال فرح لك قال لك السؤال إذن أسامة يملك تمانون قرشاً هل المبلغ الذي معه أكبر أم أقل من الدينار؟ بالتأكيد هو أقل من الدينار إذن سنكتب ثمانون قرشاً أصغر من ماذا؟ أصغر من الدينار ثمانون قرشاً أصغر من الدينار هذه الإشارة تعلمناها من الفصل الأول هي أصغر من يجب أن لا ننساها إذن الثمانون قرشاً أصغر من ماذا؟ من الدينار واضح يا حلمين؟ الدينار بهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم وهو كان عبارة عن النقود أذكركم يا أحبائي أنه يجب علينا أن نتبرع بجزء من أموالنا لأن نساكين الفقراء وقصوصاً ونحن في هذا الشهر الفضيل دمتم جميعاً بألف خير وأن هذا هو الدرس الأخير أقول لكم جميعاً كل عام يا أحبائي وأنتم تالمين وأنتم بألف خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلمتكم المحبة ونشهادة ترجمة نانسي قنقر